بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم مع قناة درس الرياضيات اونلاين هنكمل مع بعض النهاردة الحلقة التانية للضرب في 11 في الفيديو اللي فات خدنا الضرب في 11 وخدنا عدد مكون من رقمين بس كان مجموع الرقمين اقل من 10 يريد ترجع للفيديو السابق عشان ما نعودش نطول في الحلقة النهاردة هناخد الحلقة التانية وهي ضرب عدد مكون من رقمين في 11 بس مجموع ارقام العدد ده هيبقى اكتر من العشرة تعالوا كده نشوف مع بعض التسعة وتلاتين في 11 لما نشوف المضروب هنلاقي ان مجموع ارقامه 9 وهنا 3 يعني 12 يعني اكتر من العشرة طيب يا طرح هنعمل ايه ولا نتعب ولا هنعمل اي حاجة هنحل المسألة دي بالحساب الزهني بكل سهولة تابع معنا للنهاية عشان تعرف طريقة جديدة للضرب في 11 امتى لما يكون العدد المضروب مجموع ارقامه اكتر من عشرة تابع كده معايا وهنحلها من غير كتابة بس هنكتب الناتج اما يقبلك عدد زي ده 39 في 11 ويكون مجموع ارقام العدد المضروب اكتر من عشرة او اكبر من العشرة ايه اللي انت بتعمله بتاخد الاحد وتكتبه زي ما هو بالشكل ده ادي اول خطوة كتبناه التسعة بعد كده اجمع التسعة زي ده التلاتة اتناشر اكتب اتنين وخلي معك واحد بعد كده الواحد ده هنعمل بي ايه هنحطه على التلاتة ديت هتبقى اربعة طرع الناتج عندي 429 عادي بالحساب الزهن من غير خطوات خالص طب ناخد مسألة كمان عشان نفهم الفكرة اكتر 49 في 11 العدد المضروب هنا مجموع ارقامه اكبر من العشرة تسعة واربع يعني تسعة واربع تلاتاشر اكبر من العشرة اعمل ايه لما بضرب في 11 اخد الاحد اكتبه زي ما هو نكتب التسعة زي ما هي بعد كده اقول تسعة زائد اربعة تسعة زائد اربعة تلاتاشر اكتب التلاتة وخلي معي واحد الواحد ده احطه على اربعة بقيت الاربعة كام خمسة ثلع عندي الناتج خمسمية تسعة وتلاتين لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشتراك اعرف اصحابك باسم قناتنا قنات درس الرياضيات اونلاين ناخد كمان مسألة ونشوف عشان برضو الفكرة تثبت في المغنى 58 في 11 زي الفكرة بتاعت المسألة تندوب بالزبط هنا 58 عدد مقاون من رقمين مجموع الرقمين اكبر من العشرة 8 زائد 5 كام طبعا 8 زائد 5 13 اكبر من العشرة اخد الاحد واكتبه زي هو الاحد كام 8 بعد كده اقول 8 زائد 5 13 اكتب التلاتة وخلي معي الواحد بعد كده احط الواحد ده على الخمسة بقت كام بقت 6 طلع عندي الناتج ستمية تمانية وتلاتين ضرب بكل سهولة عن طريق الحساب الزهني الحساب الزهني ده مهم جدا جدا وهيساعدك على التمييز والتفوق في طالب بيقول لي يا مستر عايزين مسائل كما عشان يفهمها اكتر اقول له من هي الاتنين 93 في 11 93 عدد مقاون من رقمين مجموع الرقمين دول مع بعض اكبر من العشرة 3 زائد 9 كام 12 بعمل ايه باخد الاحد اللي هو التلاتة وبكتبه الاول بعد كده اقول 9 زائد 9 زائد 3 كام 12 اتنين ومعانا الواحد الواحد ده احطه على التسعة بقى كام بقى التعشرة طلع عندي الناتج 1023 طب ناخد مسألة كمان يا مست 77 في 11 77 عدد مقاون من رقمين مجموع الرقمين اكبر من العشرة نعمل ايه ناخد الاحد اللي هو السبعة ونكتبه زي ما هو بعد كده اقول 7 زائد 7 كام 14 اكتب الناربعة وخلي معي الواحد الواحد دي اتحطه على السبعة السبعة هتبقى تمانية طلع عندي الناتج كام 847 بعمل عملية ضرب من غير خطوات وفي ثواني عن طريق ايه عن طريق الحساب الزهني نشوف مسألة كمان 94 في 11 94 عدد مقاون من رقمين مجموع الرقمين اربعة زائد 9 طبعا 13 اكبر من العشرة اعمل ايه طبعا انا بضرب في 11 الفكرة بتاعت النهاردة الضرب ايه في 11 والعدد المضروب عبارة عن رقمين مجموحهم اكبر من العشرة نعمل ايه ناخد الاحد نكتبه زي ما هو الاحد كام 4 بعد كده اقول اربعة زائد 9 كام 13 اكتب الثلاثة وخلي معي الواحد التسعة دي طبعا اجمحها مع الواحد اللي معنا ده بقت كام بقت عشرة طلع عندي الناتج الف اربعة وثلاثين ناخد مسألة كمان 76 في 11 76 عدد مكون من رقمين مجموح ارقامه كام 6 زائد 7 13 طبعا اكبر من العشرة اخد الاحد واكتبه زي ما هو الاحد عندي كام 6 بعد كده اجمع الستة مع السبعة والستة زائد 7 كام 13 تلاتة ومعنا الواحد الواحد دي تحطيه على السبعة السبعة تبقى تمانية طلع عندي الناتج 836 ايه رأيكم في الفكرة بتاعت النهاردة فكرة بسيطة بس فكرة عبقرية في نفس الوقت باستخدم فيها الحساب الزهني وباستغنى من خلال الحساب الزهني ده عن عملية الضرب المطول انا بجيب الناتج في خلال ثواني معدودة لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك اعملوا شير واشتراك اعرفوا اصحابكم باسم قناتنا قناة درس رياضيات اونلاين قناتنا دعوة للعلم دعوة للمعرفة كل حلقة فكرة جديدة بتساعدك على تكوين افكار جديدة والتعامل مع الرياضيات بمنتهى السهولة في طالب كان بيسألني بيقول لي ايه فايدة الحساب الزهني بقول له الحساب الزهني ده هو اللي هيساعدك ان انت تتفوق في الرياضيات وتتعامل مع الرياضيات وكأنك بتلعب كرة القدم او اي لعبة انت بتحبها بالزبط تابعونا مع قناة درس رياضيات اونلاين نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع فكرة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته